ناقش مدير عام الإدارة العامة للمشاريع بديوان محافظة حضراموت المهندس أبو بكر باجابرة بمكتبه مع ممثلي منظمة الفاو عدد من المواضيع والمشاريع ذات الأولوية في التنفيذ بحضور كل من مدير عام مديرية حجر عمر بادبيان ومدير عام مديرية بروم ميفاح الدكتور خالد جوهية ومدير عام مديرية يبعث صلاح بحاتم وخلال الاجتماع تم التنسيق والاتفاق حول تحديد الأولوية للمشاريع في الجانب الزراعية في مديريات وادي حجر حجر يبعث وبروم ميفاح هذا وأكد باجابرة على حرص واهتمام السلطة المحلية ممثلة بالمحافظة الأستاذ مبخوط بماضية بالمشاريع الزراعية وفية المزارعين في جميع مناطق مديريات محافظته حضراموت ترجمة نانسي قنقر